الاسلام بقى لازم اعرف ان الاسلام صريح ان يجعل فكرة النصيحة فكرة مركزية ومنزها عن كل اشكال المن والتكبر والاستهزاء بالناس وعشان الشخص ما ياخدش ده سبيل ويؤذي الناس بحجة ان الدين النصيحة اصلا انا شفت الكلام ده كتير الدين النصيحة فتدر الراجل في جنابه وزي ما انا بقول كده انا بحبش ان انا وتقول للاعور انت عور في عينه على فكرة دي قالت ادب يعني انت بتقوله اعور في عينه بتزله ولا بتقوله ما تنساش ان انت عور ايه النفع ان انت اللي عيقود عليك لما تقوله لما تلفت نظره انه واعور يعني ايه النفع اللي بتيجي للشخص ا看 ان انت تلفت نظره انه هو راجل مرتكب المعصية خد بييده بدل ما داخد على ايده خد بييده ساعده ولذلك ما فيش مبرر للأذى تحت مسمى النصح والشرع الشريف لم يترك الباب لذلك فهناك نموذج متكامل لأداب النصح في الإسلام وبتكون في الخطوات التالية الخطوة الأولى لازم تحافظ على الأسرار ودي فايدته مش بس على متلقي لا أبدا على الشخص نفسه النصح كمان إن هو بيحس إن قلبه قلب بيمنع من التعدي على أسرار الناس ولذلك نشوف ده وإنه متعداش على الأسرار الحاجة التانية إن احنا نراع للفقردين فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غريض القلب لنفضوا من حولك يبقى إيه اللي حاصل؟ يبقى إحنا الراعي ده كمان رقم ثلاثة إن احنا نصبر لما تنصح الناس يبقى أنت لازم تصبر ولما تيجي تصبر يبقى تخلي بالك وتخلي نظرك في طول نفس لأن أنت لما تصبر النصيحة هتكون في محلها لكن لما ما تصبرش المسائل تسوق رابع حاجة تحسن اختيار الوقت والمكان والسياق زي ما سيدنا عبد الله بن مسعود كان بيقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة فما تجيش لابني لابنك ولا تيجي لحد تقول له نصيحة وتخليه مفروض عليه النواة يمشي بالنصيحة دي وإنت مختار التوقيت اللي غير مناسب لا اختار التوقيت مناسب واختار كمان المكان المناسب واختار اللفظ المناسب واختار الحالة المناسبة عشان تكون ناصح آخر حاجة لازم الناصح يكون أهل للنصيحة وعالم بيها مش ينصح وهو لا يعرف شيء عن هذه النصيحة من أكتر الأشياء المزعجة في الزمان ده إن معايير مدى كفاءة مقدم النصيحة ما بقتش موجودة وكتير من أحيين النصيحة كانت بتصدر من غير المؤهل لها لإني المعايير اتغيرت عايزين نكون من أهل النصيحة ونمشي بهذا المعنى الرائق الفائق اللي فيه مليان إن الإنسان قلبه مليان محبة للناس مش مليان حكمة على الناس مليان ووف جنب الناس مش مليان وزن للناس وتقييم للناس والحكم على الناس النصيحة مش باب من أبواب الحكم النصيحة باب من أبواب الدع النصيحة باب من أبواب الخير النصيحة باب من أبواب الرحمة باب من أبواب اللطف باب من أبواب الحنان وعشان كده النصيحة علامة إيمان اللهم جعلنا من أهل النصيحة وجعلنا من أهل لطفك ورحمتك وبركاتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين